لنا كنا نبدأ بسؤال إمتى أقول أنا كده زايدة في الوزن؟ أنا زايدة في الوزن على حسب لو أنا مشي أورادي على داية طول عمري يعني أنا مشي على نظام غزائي طول عمري ومخلابة لي من أكلي وحتى رنجل نفسي مثلا من 60 ل65 فبقيت 70 فأنا كده زايدة في الوزن لكن لو أنا عندي مشكلة صحية مثلا عندي خشونة في المفاصل عندي مشكلة في رقبتي عندي مشكلة في ظهري عندي مشكلة صحية تتطلب مني أن أنا أبقى فويت معين أبقى ستين فما نفعش أبقى خمسة وستين خمسة كيلو دولار يأثروا علي شوف أنا بكلمك ستين سبعين بكلمك في أرقام قريدي قليلة فهي على حسب على حسب الطول على حسب الحالة الصحية الحالة الصحية أنا زايدة أو لا على حسب حالة الصحية أنا فيه ناس بتجيلي وبثبتهم على تمانين برغم أن تمانين كيلو ده يعتبر رقم أوفرويت مش أقول سمنة بس يعني وزن زيادة بس هي مبسوطة كده تحليلها زي الفل صحتها حلوة جداً شكلها حلوة جداً هي راضية عن نفسها خلاص مرضى الضغط مثلاً مرضى الضغط لازم يخسه مرضى الضغط لازم يزبط وأكلهم أكتر من أنه هو يفكر أنه يخس هي مش القسة أن أنا خس طبعاً ممكن أن أبقى رفايع وعندي ضغط لأنه لما أفقد وزن أكتر ده يعني بيخلي بيزبط أكتر من أنه أفقد ماء لأنه كمان أغلب بقى دوية الضغط بتبقى هي حاجة اسمها وتو ريتنشان بتنزل مية زيادة من الجسم فيبقى النزول ممكن يبقى نزول مية أو نزول عضل وده إحنا بنسميه إن أنا كده خدت من صحتك لما نزلك مية وعضل يبقى أنا كده خدت من صحتك لما نزلك دهون يبقى أنا كده بحافظ على صحتك أو بزبط لك صحتك ده اللي فيه قياسات كتلة الجسم إزاي بتحددي الوزن المثالي وإزاي بتقسيها على حسب بقى الإنباضي على حسب لو أنت عندك مثلا لو أنت هتقفي على جهاز فات كومبوزيشن بيطلعي تحليل الجسم كله دلوقتي أجهزة يعني ما بيبقاش زي زمان كنا بنحسب الوزن والطول والعمر يعني حزبة كده رياضية دلوقتي عند أغلب المراكز أو كمان الصيدليات النوادي الجمات كل الأماكن دلوقتي بقى فيها لو حتى مش جايبين إنباضي عالي يعني حاجة سمارت أو حاجة عالية ممكن بيجيبوا حاجة كده بسيطة اسمع فات كومبوزيشن بتطلع لي التحليل إلى حد ما نقول بنسبة 70-80% تحليل للعضلات وللدهون الدهون والعضل والمية والمعادن طبعا مش بتجيب الفيتامينات الفيتامينات دي لازم دم نسبة الدهون الحشوية نسبة الدهون الخارجية نسبة الدهون الداخلية نسبة الدهون في الأطراف بتطلع لكل حاجة العظم بعد ما عرفها بيتحدد بقى لو أنت مثلا عندك وزن زيادة بس عندك مشكلة في العظم يبقى حضرتك لازم تعمليه لتحليل دم عشان أمش هينفع أبدأ معك دايت من غير ما شوف باقي المنرالز ما هو العظم دوت عبارة عن إيه كالسيوم فيتامين ديل أملح معدنية بوتاسيوم صح فدي معادن فلازم أعملك تحليل المعادن لما أعملك تحليل المعادن أشوف إيه اللي واقع أزبطه في أكلي لو الدنيا هتبقى مظبوطة معاك تمام كأكل بس أنت مش محتاجة سابلمنت أي حاجة يعني مكملات غذائية أو أي حاجة من بار طب لو الأكل الواحد ومش كفاية أنت نازلة من النسب لأ حاجة محترمة نازلة يعني ده قبل ما تجيلي طبعا مش اللي أنا بقولك عليه ده فيه ناس بتعمل دايت مع نفسها بتوصل لحاجة اسمها مالنيوتريشن يعني سوق تغذية صحيح وبتبقى تخينة على فكرة يعني مش شرط أنها تكون رفياعة أو أنت شايفاني عندي نحافة أو رفياعة أوي عشان يبقى عن سوق تغذية ممكن يكونه فياعة بس المعادن بتاعتي مظبوطة تحليلي تمام صحتي كويسة جدا بس عالتي كولار فياعين فانار فياعة أنا واخدت جين جين